نذهب إلى الكبار الذين جعلهم السيستاني كباراً كي يقطع الطريق على غيرهم إسحاق الفياط الذي انتخبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه إلى إسحاق الفياط في مسائل الاحتياطات إنه أسيحيق الذي أدخلناه في سنار القمر المركزي تتذكرون هذا حيث كشف السنار عن عوراته وعن قبائحه وعن قذاراته في جميع الاتجاهات عن جهل لا يماثله جهل إنه الأعلى الأعلى هذا هو الذي انتخبه السيستاني العظيم انتخب أسيحيق الفياط على أنه الأعلى في نفس الاتجاه الضراطي يحدثنا إسحاق الفياط على أن معرفة الإمام على أن الإمامة من فروع الدين مثل ما يقول السيستاني من أن الإمامة من أصول المذهب الذي ينكرها لا يخرج من الدين بل إن ولده محمد رضا جعل فروع الدين مقدمة على الإمامة على الولاية التي جعلوها من فروع الدين وقدموا عليها سائر الفروع ولده محمد باقر يقول بنفس هذا الكلام مر علينا في كتابه وفي تسجيله الصوتي لنذهب إلى هذا الأثول من مراجع الحوزة الطوسية رجاءً اعرضوا لنا الوثيقة الأولى فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيضا فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه الصلاة معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفروع فإنهم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب عليه فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك أفتهمت شيء إذا ما أفتهمت أنا أقول لكم جاي يقول معرفة الإمام من فروع الدين نذهب إلى الوثيقة الثانية ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالته خواية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع من الفروع وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعترافه برسالة نبي الأكرم والإيمان بها وأما معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية طبعا مشروطة بشرط فإن جعل الأحكوم في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوبه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الفرعية جعلية فقط في مرتبة الجعلة وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام هؤلاء حقيقة يعانون من تعويق روحي ومن تعويق وجداني ومن تعويق عقلي فضلا عن جهلهم المركب وعن عيهم في الحديث والكلام السؤال هنا إذا كانوا فعلا نوابا لصاحب الزمان لماذا صاحب الزمان يختار لنا المعوقين عقلية المعوقين روحية المصابين بالعي في النطق والكلام لماذا يختارنا الصغاطات الإمام صلوات الله عليه الإمام بريء منهم كذابونهم والشيعة حمير يصدقون كلامهم وإلا هي هاي الشكولات يصيرون نواب صاحب الزمان شي لمتين على بعض ما يعرفون يحشونه سرابيت مجموعة سرابيت شياب متخلفين عقليا ثقافتهم منعدمة كل شي ما يبتامون وهذا الأعلم ذاك الأضراط وعلى هالوزن هذا يضحكون علينا محمد سعيد الحكي هو جزء من هذه الجوقة صحيح هو يعادي أسستاني كان يعادي أسستاني لكن أسستاني هو الذي جعله جزء من هذه المجموعة الرباعية إنهم أربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل هذه المجموعة الرباعية سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة هذه طبعة مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية الطبعة الثانية 2007 ميلادي هذه العقيدة التي يريد من مقلدي من أتباعه من الشيعة عموما أن يتمسكوا بها مثال مما جاء في هذا الكتاب صفحة 211 يتحدث عن عصمة النبي أما العصمة قطعا إذا كان الحديث عن عصمة النبي بهذه الطريقة فإنه سيكون بنفس الطريقة أو أسوأ عن عصمة الأئمة من بعد رسول الله أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها هذه الذيول والتفريعات هي ذيول وتفريعات الطوسي الطوسي كان يعاني من عقدة الوضوح في أحاديث أهل البيت كان يعاني من هذه العقدة ولذا ذهب إلى أن كتب في كتبه بطريقة كطريقة النواصب إنها طريقة صناعة التفاريع الكثيرة والذيول الخائبة التي لا فائدة منها وها هم على نفس هذه الطريقة أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين أدري شلون النبي والنبوة من أصول الدين والعصمة مو من أصول الدين هذا الخرط بيا ميزان نحط أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها والله وعم تفضل علينا سيد سعيد ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عن إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي أو خطأه في بعض ما بلغ به فيكون كفرا كما هو ظاهر ولوين روحنا بهذا الخرط هذا الخرط لوين الروح به هل هذا هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل هذا ما هو بمنطق القرآن منطق القرآن في آية التطهير آية التطهير واضحة منطق العترة في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي واضحة جدا هذا الهراء وهذا الخراء من أين يأتون به من المذهب الطوسي من منبع الخراء من المذهب الطوسي هذه هي الحقيقة الواضحة أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين ولا يكون إنكارها خروجا عن هلا يكون تكذيبا لآية التطهير هذه آية سيكون تكذيبا لله هذا الخرط وين راح نودي إحنا وين نروح به وعلى هالرنة مو طحينة ناعم طحينة خرى على هالرنة على هالرنة طحينة خرى هؤلاء هم الأربعة الكبار السستاني وسحق الفياض وهذا سعيد الحكيم وهذا بشير النجفي هذه رسالته العملية رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين مع صورة مؤلفه هذا هو كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين وهذا مؤلفه قرأت عليكم من وعرضوا لنا كتاب محمد رضا السستاني مع صورته هذا كتابه في مناسك الحج بحوث في شرح مناسك الحج وهذا مؤلفه قرأت عليكم من وعرضوا لنا كتاب سعيد الحكيم مع صورته وهذا كتابه أصول العقيدة الذي قرأت عليكم ما قرأت من بخصوص العصمة وعرضوا 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 لنا الرسالة العملية لبشير النجفي مع صورته وهذا كتاب مصطفى الدين القيم الرسالة العملية لبشير النجفي مع صورته مصطفى الدين القيم هذه الطبعة السابعة 2010 ميلادي طبعة دار الضياء للطباعة والتصميم النجف الأشرف مصطفى الدين القيم رسالة عملية لبشير النجفي في المقدمة يتحدث عن العقائد في مقدمة الرسالة العملية القسم الأول إنني أقرأ من الصفحة التاسعة بعد العاشرة صفحة سعطعش القسم الأول من الواجبات الإسلامية هو العقائد وتسمى بأصول الدين وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها وهي التوحيد النبوة المعاة أصول الدين عند الأشاعر مثلما مر في جواب السيستاني على الموقع الألكتروني الرسمي في مركز الأبحاث العقائدية واثنان منها من أصول مذهب التشيع فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاث السابقة وهما العدل والإمامة وهكذا أصبح مجموع أصول الدين خمسة هي التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاة ثلاثة منها أصول الدين واثنان منها أصول المذهب من أين جئت بهذا يا بشير النجفي من أين جئت بهذا هل جئت بهذا من القرآن القرآن بريء من ذلك هل جئت بهذا من حديث العترة الطاهرة حديث العترة الطاهرة بريء من ذلك من أين جئت به جئت به من الذين سبقوك من أين جاءوا به جاءوا به من الطوس من أين جاء الطوسي بهذا من الأشاعرة والمعتزلة سوالكم جودلية يا أصحاب دين الجودلية دينكم في النجفي دين الجودلية يا أيها المراجع العظام أنتم صدقين أنتم عظام أنتم أنتم يا أيها المراجع أنا أدري تابعون البرنامج لأن هذا البرنامج نع الوالديكم أنا أدري مو ما أدري نع الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نع الوالديكم وجاي تابعون البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا أنتم كذلك مضحكة وجعلتم الشيعة مضحكة يا أيها المراجع المضحكة أما أهن لكم أن تتوبوا أن تعودوا إلى دين العترة الطاهرة لازلنا في منظومة المرجعية السيستانية فهؤلاء جزء من هذه المنظومة صحيح أن بشير النجفي على خلاف مع السيستاني لكنهم في الهوى سوا وهو الذي جعله جزءا من هذه المنظومة الرباعية